اشتركوا في القناة 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 ممكن تخضر المناقشة مع المشرف بالمجتمع طبعا هون مستوى المجتمع مختلف شوي عن العيادة أو المشفى لأنه أنت لما بدك تقوم بتطبيق أي مثلا مو أنت يعني كدولة أو الطاع الصحي يدك تقوم بتطبيق مثلا اللقاحات تطبيق قرارات طبية لازمك مراعاة لتقاليد وعادات المجتمع اللي بتطبق عليه هذا الإجراء وكذلك المستوى الاقتصادي فمثلا موضوع اللقاح الكورونا بعض المجتمعات رفضت أخذ اللقاح في طريقتين لاستخراج المعلومات الطبية طريقة البل وطريقة البوش صراحة طريقة البل هي تطلب تطبيق جميع خطوات الطب المسند بالدليل طريقة البوش هي تحدد على محرك الباحث نرسل لك جميع الدراسات الجديدة المنشورة المتعلقة بالموضوع الذي تريده الحقيقة يعني طريقة البوش أسهل من طريقة البل لكن طريقة البل هي طريقة طويلة لكن بتعطي يعني إيجابة على السؤال بشكل مصادر المعلومات الطبية الانترنت هو المصدر الأهم للمعلومات الطبية ومحركات البحث هي أول ما يتم التفكير فيه ما بجينا نجاوب على سؤال بحسي لكن ما هي بس المصادر المعلومات الوحيدة هي مجرد وسيلة للوصول لقواعد البيانات ومصادر المعلومات لكن مصادر الفعلية هي الكتب المدرسية التكستبوك مثل مثلا كتاب هاريسون بالداخلية نيلسون بالأطفال هدول كتب مرجعية معروفة مثلا شوارتس بالجراحة العامة إلى آخرية طبعا بكل اختصاص فيه مرجع دائما ضخم ويعني مراجع صغيرة لكن مراجع المدرسية التكستبوك هي بسموه من خلال المؤتمرات أيضا مصدر مهم للمعلومات الطبية في المؤتمرات بينشروا خبرات الأطباء ودراسات مؤكدة أو أحيانا مراحل بدئية من الدراسات مناقشات استعراض مخططات بحثة جديدة أو أبحاث لم يتم تنفيذها بشكل كامل مصادر معلومات أيضا هي المجلات والمقالات المحكمة التي توجد فيها المحكمة يعني تخاضية على التحكيم من قبل لجان أو أطباء مشرفين بيكونوا على زوية الغبرة الكبيرة أيضا مصادر معلومات هي مواقع الإنترنت طبعا حاليا أغلب المجلات أو إذا ما نقول لهم يعني كلها سابقا كانت المجلات تنطبع ويعني لما توصل للبلدان نامية تتأخر حاليا أغلب من المجلات أو كلها صارت منشورة على المواقع الإلكترونية رح نشرح كل واحد من هدول المصادر معلومات بالتفصيل بس قبل ما نشرحهم لازم نعرف أن مصادر المعلومات هي مصادر أولية ومصادر سانوية المصادر الأولية هي تشملنا الأبحاث الأصيلة المقالات اللي ما تم نقدها من قبل تم تأصيل يعني واحد عمل بحث لأول مرة عن هذا الموضوع وما تعرض للنقد أو تعرض لدراسات أخرى وتم مراجعتها بينتشروا هاي الأبحاث الأصيلة بالبوبميد والميدلاين المصادر السانوية هي اللي بتشمل مناقشات اللي بتتم على الأبحاث الأصيلة أو المقالات اللي بتتم نقدها ومراجعتها وبتالي تحوي على أدلة جاهزة طبعا هاي بدأ اشتراك مثل ما كنت نسمى مكتبة كوكرين الاسي بي جورنال كلاب هاي دا بسموها المجلة المجلة الأميركية لطباء السريريين وهو في عنا الابتو ديت الابتو ديت هنا يعني بيناقش الدراسات كتير وبيعطيك خلاصة في الأخير فمنبدأ أول شي بالكتب الكتب هي مصدر نتيجة جهود مجموعة من الأشخاص الخبراء وفي كتب مخصصة للطب المسند بالدليل يعني بيكون الكتب هي مستندة لأدلة سابقا كانت الكتب هي عبارة عن خبرة طبيب الآن ما بقى فيه الكتب صالت مثل ما حكينا بالبداية بالحاضرة أولى أنه فيه كتاب كان نشره طبيب وأدى لخطأ طبي أدى لو فيه تعزل كبير من الودان بسبب نصيحته بأنه الأطفال يناموا على بطن فما بقى فيه هيك شي اسمه كتاب كله بيعتمد على المراجع بيعتمد على دراسات أصيلة فهذا هو الكتب مخصصة بالطب المستدري صد كل الكتب حاليا هيك طبعا الكتب متوفرة وسهلة الوصول ببساطة يعني أنا مثلا عندي على الكوميوتر حوالي 30 أو 40 جيجا كتب في الأمراض الداخلية إيجابياته أنه متوفرة وسهلة الوصول لكن سلبياته الكتب صراحة تتأخر في النشر أحيانا لو يتم نشر الكتاب يحتاج حوالي واحد لثلاثة سنة فهذا التأخير في النشر أحيانا بتتغير المعلومات أو بتتغير الأبحاث حول المواضيع معينة وأن كل خمسة سنين ممكن الطب يتغير نصه ونحن بحاجة تحديث مستمر لذلك الكتاب اللي بتم نشره يحتاج التحديث مستقبلا وعلى دوام فمشكلة أنت تشتري كتاب وترجع بعد مثلا سنتين بدك تضطر تشتري نفس الكتاب مرة تانية مشا نتحدث المعلومات أن المعلومات بشكل عام أو خاص بتغيير وتحديث دائما كما هكينا الانحياز مشكلة في الانحياز أحيانا المؤلف أسناء تعليفه الكتاب ممكن يستعين بمقالات بتوافق رأيه سواء كان رأيه صحيح أو خاطئ مثلا هو رأيه أنه هذا المرض بتعالج بهذا الدواء بيروح بيدور على المقالات اللي فعلا بتعيد يعني مقالته وبيهمل كل المقالات اللي بتقول أنه هذا الدواء ما بفيه هذا التحييز أحيانا بصير تأسمه انحياز المؤلف طبعا يعني بالإشارة لذلك يعني الكتب صحيح هي مصدر جيد لكن تبع أنه الكتب أحيانا تكون كبيرة والبحث فيها صعب عادة بالعيادة ممكن نستعين بكتاب صغير نحطه بين إيدينا حسب كل اختصاص والاختصاص طبعا بيمتلك طب مسند بالدليل خاص فيه فممكن كتاب صغير بكل اختصاص واحد يحويه بالعيادة اللي يراجع فيه المعلومات الأحتس المجلات مصدر مهم منها مصادر المعلومات الطبية بتضمن المجلات مقالات بحسية محكمة عادة بيكون في ثلاث حكام مخصصين للحكم على الأبحاث أي بحس بيتم أرساله لأي مجلية طبية بيتم تقييمه من هاي أدول الحكام وبيرسل له الملاحظات للباحث ليقوم بتعديلة وإذا قام بتعديلة وأقنعهم ممكن يتم الموافقة على النشر طبعا هاي المجلات حاليا هي إلكترونية ومن النادر حاليا ما تكون ورقية طبعا هي سهلة الوصول من خلال مواقع المجلات من خلال محركات البحث سلبياتها كثير من الأحيان ما بتوفيق مجلات على نشر الأبحاث رغم أنه بكون الأبحاث جاهزة السبب أنه بيكون في عنده عدد كبير جدا من المقالات اللي بتوصلها فبتختار أفضلة أحيانا النشر باستغرق وقت طويل فممكن يعني الباحث اللي يستأمر في السنة أحيانا ببحثه يكتبه وطول شيء نصف السنة إلى يكتبه يعني أفواً يجري البحث بده سنة ونصف سنة اللي يكتبه للبحث عشان يعده للنشر ممكن يستغرق بعد نصف سنة أيضاً للنشر في المجلة حتى توافق عليه المجلة فهذا الوقت اللي هو تقريباً سنتين هذا تأخير ممكن يكون العلم يتغير ممكن الشيء اللي كان عم يدرسه في ألف واحد درسه مثله وحكينا أنه في كتير ملايين مقالات تزوج سنة طبعاً للأسف في كتير انحياز ببعض المجلات إذا كان اسم الناشر غير معروف مثل ناشرين مثلاً في البلدان العربية ممكن ما ينتشر لهم مقالات هاي بتسبب مشكلة في عدم النشر المجلات بتتصنف حسب يعني أهميتها وموسوقيتها المجلات لموسوقيتها ومرتبتها ونخفضها بتنشر كل الأبحاث اللي بتجيها فإذلك ممكن الأبحاث اللي تجيها تكون أبحاث مي جيدة فهذا الشيء ممكن يؤدي إنه تكون المجلات غير موسوقة بسبب أنه بتنشر كل شيء المجلات يعني بالمقابل المجلات لموسوقيتها عالية ومرتبة مرتفعة بتكون معايب قبول فيها كتير عالية فبترفض كتير مقالات ممكن تكون بعض المقالات منها جيدة مشكلة من مشاكل المجلات إنه ما معظم المجلات حالياً مأجورة ما بتحسن أنت تطالع المجلة المقالة من المجلة بشكل كامل فالفري تيكست أو الفول تيكست المجاني بيكون متاح في بعض المجلات معظم المجلات تعطيك الأبستركت الأبستركت هو الملخص فقط ملخص عبارة عن عشر أسطور يلخص لك فيه المقالة وغالباً ملخص ما بيحوي المعلومات كاملة فتكون معلومات ناقصة وحياناً بتكون معاكسة إلى النص وبالتالي يعني بوجهك كاتب المقال سواء بشكل قصد أو غير مقصود لشيء معين بس بالأخير الفول تيكست أو المقالة الكاملة هي بتكون من تقييمة 15 أو 20 صبحة تكون مخالفة لها الأبستر من مصادر المعلومات المهمة هي المواقع الإلكترونية على رأس موقع مؤسسة كوكرين بحقيقة كوكرين بشعارة المعروفة هي من أقوى إذن موقع مؤسسة كوكرين هو من أقوى وأضخم وأشمل قواعد المعطيات بالنسبة للإفدنس بيس ميديسين طبعاً العالم أرشي كوكرين هو مؤسسة القاعدة البيانات وضع كتابه عام 1972 أشار فيه أنه لازم نعتمد على دراسات التجربية العشوائية راندوميز كونترول تريل اتخاذ القرارات الصحية في ذلك عام 2002 يعني تقريباً حوالي 20 سنة أسس هو مركز كوكرين في بريطانيا ثم أنشأ بالعام التالي تحارف كوكرين قاعدة بيانات إلكترونية طبعاً هذه القاعدة البيانات هي مخصصة فقط للمراجعات المنهجية إذن هو كل تصاميم الدراسات اللي يشوفها على الإنترنت بينشؤ مئلة مراجعات منهجية لأنها هي بقمة الهرم الموسوقية طبعاً كان أساس إنشاءه هو الدراسات التجربية العشوائية مشان توجهنا القرارة للتوصيات الجديدة لكن بعدين قالوا منعمل مراجعات منهجية بما أنه صار لنا كثير مجلات تنشر دراسات تجربية العشوائية طبعاً الدراسات موجودة بموقع بيقوم فيها أشخاص بالاتفاق مع موقع كوكرين وبيتم نشرة فقط في موقع كوكرين في كوكرين ممكن نشوف دراسات غير منتهية يعني بيعرض لك نتائجة لكن بيقول لك لسه الدراسة ما زالت جارية مثلاً الدراسة ممكن تكون مثلاً لعشر عام لعشرين عام وأحياناً تلاقي دراسات منتهية منذ سنين حالياً يرجعوا بيعملوا لها تحديس أيضاً يعني في دراسات السمتحد وفي دراسات منتهية سنين لكن إلى تحديس للأسف أحد من ساوي كوكرين المقالات فيها غير مجانية والحصول عليها يجب إما أن تكون أحد الناشرين في كوكرين أو تكون مشترك بالكوكرين وتقوم بالدفاع لهم لكن أحياناً كثيراً بنشوف في الصدفة وعاد المواضيع ومتاح القراءة من شماً بكوكرين إذا نبحث عن أي موضوع معين بتظهر أنها عدة دراسات وبتصنف الدراسات بموقع كوكرين من الأقوى إلى الأضعف المراجعة المنهجية هي القمة دراسات ترجيبية عشوائية بعدها بعدها الحجزية بعدها الحالة شاهد بعدها المقطعية المستعرضة ودراسة تقرير الحالة فتبعاً التصنيف تبع الأرم الموثوقية نفسه وتتصنف الأدلة بكوكرين حسب المستويات A, B, C و D المستوى A هو الدليل الأقوى يعني أي معلومة تخرج من كوكرين مستوى A هذا يكون دليل أقوى يعني الدليل العلمي معتبد على مراجعات منهجية أو دراسات تجريبية عشوائية المستوى B هو الدليل مقبول لكن لا يعتبر دليل علمي يستخرجون الدراسات الحجزية أو دراسات الحالة شاهد المستوى C بيعتمد عن بقية الدراسات وبيعتمد على آراء الخبراء فقط المستوى D هو يعني أنه الدليل ضار أو مؤذي أي المعاكس تماماً عن الذي أبحث عنهم من المواقع الإلكترونية المهمة هو موقع up-to-date عبارة عن موقع بيحتوي على قواعد بيانات ومراجع بيتم تحديثه بشكل دوري ومباشر يشابه لحد ما لكن موجه بشكل رئيسي للممارسة السريرية الفردية أي العلاج والتشخيص طبعاً موقع مدفوع الوصول له محدود الاشتراك سنو فيه تقريباً 400 دولار أحياناً يكون فيه بعض المقالات إذا كان وضوه معروف جداً ممكن تكون مقالة مجانية مثلها مثلاً الكورونا كوفيد 19 كل المقالات المكتوبة عنها هي مقالات مجانية لكن الأشياء الجديدة ممكن تكون مجانية إذا بحثنا بموقع الـ Up-to-date عن أي مشكلة سريرية يعطينا عننا كافة معلومات من تعريف المعارض للوبائيات للتشخيص العراض المعالجة وبنهاية كل المقالة يعطينا ملخص وتوصيات مع مستوى البينة طبعاً لحد الله لا مفهوم مبدأ الـ Up-to-date عن الكتب المدرسية موقع الـ Up-to-date يعطيك بنهاية المقالة مستوى البيانات أما التكستبوك لا يطرق لموضوع المستوى البيانات أبداً يعني من جديد صارت التكستبوك بتحوي ويطرق لمستوى البيانات الفرع بين Up-to-date وموقع كوكرين الـ Up-to-date يعرض لك كل المقالات بغض نظر عن مكانها أما كوكرين فقط يعرض لك المواجعات المناجية لأجريات فقط في كوكرين فهي يعني كوكرين محدود أما الـ Up-to-date وعلى الحقيقة يعني مرجع الـ Up-to-date حالياً هو المرجع الأوحد للطباء الداخلية هذا هو الرابط الـ Up-to-date يمكنكم تدخل عليه بتطلع لكم هاي الشاشة بتحطو فيها البحث يمكنكم لاحظين هون كوفيد حطي لكم بما أنه أشهر شي فبتدخل عليه بشكل مجاني مثلاً هاي الصفحة إذا دخلنا عن الكورونا رح تلاحظوا هون هاي مقالة عن الكورونا مثلاً مثلاً هون آخر تحديث إلى بتاريخ كذا إذن بيكتب لك آخر تحديث للمقالة هذا بنهاية كل مقالة في عنا شيء اسمه summary and recommendation الخلاصة والتوصيات مثلاً ما نكون شايفين بيعطيك سطر معين وبيعطيك التوصية تبعيتها مثلاً هون مكتوب grade 1c شو هاي grade 1c عمشوفها إذن في عنا درجة للتوصية اللي هي واحد واثنين مثلاً هون واحد واثنين ودرجة قوة الدليل a b c درجة التوصية إذا كانت واحد في هاي التوصية قوية ما تفوعد بتفوق المخاطر أو العكس طبعاً والمخاطر المتوازينة بشكل بسيط أو غير مؤكدة نحن دائماً لازم ناخد بالواحد الاثنين لازم ما ناخد منه درجات قوة الدليل بالـ up to date ال a هي دلة عالية الجودة مبنية على تجارة بعشوائية ودلة دامقة بشكل آخر الأدلة من درجة b هي أدلة زاد جودة معتدلة هي تجارة عشوائية بسئلة محددات أو أدلة قوية بشكل آخر c هي أدلة من خفضة الجودة أدلة من دراسات رقابية غير منهجية أو تجارة عشوائية فيها عيوب مهمة شون نستخدم الانترنت في البحث عن سؤال بحسي أو مقالة طبية ممكن نلجأ للبحث عن المقالات عبر موقع جوجل الباحث العلمي موقع جوجل العادي جوجل الباحث العلمي جوجل سكولر ممكن موقع موقع داينميد بلس هذا بعض المستشفيات بريطانيا موجود عبارة عن ملخصات جاهزة لإجابة على الأسئلة السرية تقوم بتلخيص المعلومات والأبحاث موجودة على الموضوع معين وتقدم لك كمان موقع قاعد كوكرين اللي بيحوي مجموعة من الملخصات وممكن اعتبارها كمحرك بحث الموقع بوبميد هو أكبر محركات البحث فيه أكثر مليون مقالة يوفرنا أدوات أيضا التي تستطيع تساعدنا في تضييف وتوسيع البحث حسب حاجتنا من إضافة ميزات كثيرة مثل النص الكامل أو المقالات المشابهة في مواقع المجلات الطبية الناشرة مثل مواقع New England Journal of Medicine هذا مثلا مواقع BMG British Medical Journal أو المجلة الطبية البريطانية أو مجلة الجامع المعروفة هذي بأمريكا أو SCB Journal Club إذن هذول مواقع يمكن نبحث فيها عن مقالات طبية أشعة وأكبر هو موقع البب ميد فنبدأ هلأ بمحرك البحث جوجل جوجل طبعا البعض يعني بيظنوا أنه قيام الطبيب أو الموارس في المجلس الصحي بالبحث عبر جوجل هو خطأ فادح طبعا لا شك أنه جوجل هو من أقوى من حركات البحث في الانترنت وبيوفرنا عدد كبير من النتائج لكن دائما ما هو النتائج اللي يعني تلاقيه عبر جوجل هي يعني أبحاث منشورة ومحكمة ممكن تكون أبحاث غير منشورة ممكن تكون مقالات ممكن تكون أحيانا أخبار يعني تعرفوا أي واحد ممكن ينزل خبر على أي موقع هي نقطة قوة ونقطة ضعف بنفس الوقت نقطة قوة أنه بتلاقي كل شي نقطة ضعف أو نقطة سلبية أنه ممكن تطلع لك مصادر غير ممسوقة أيضا نقطة ضعف أخرى أنه جوجل بيعتمد على تصنيف النتائج طبعا لمعادلات منها مثلا الموقع في الجغرافية فممكن لما أنت بتبحث عن الشغلة بيحط لك يعني المقالات المنشورة في مواقع جغرافية قريبة عليك أو ممكن الأبحاث اللي قمت فيها من قبل يعطيك الشغلات اللي أنت لقيتها من قبل يعطيك ها بالبداية يعني هذا هو يفكر أنه يساعدك بس بجوز أنت هدول اللي بحست عنهم من قبل يكون هن بالأصل سيئات يعني ممكن يطلع لك أحيانا أشياء غير مهمة أو أمور سريرية ممكن أمور غير سريرية يعني أو سريرية أو غير مهمة تساعدك للوصول لأفضل المعلومات الطبية أو لا طبعا الأدوات اللي بيوفرها جوجل ما كثير يعني قوية مثل اللي مشوفها بكرة بعد شوية بالبوبميد لكن في بعض الأدوات فيها جوجل سكولر يعني الباحث العلمي جوجل باحث العلمي فيه شوية أدوات وميزات يعني بس ما ما هو مثل ميزات محركات البحث الأخرى ناخد مثال للتوضيح على البحث على موقع جوجل عندنا مريض زكر عمره 60 سنة ما عنده أي مشاكل سابقة بالقلب أو الأوعية الدموية إجاء على العيادة عبيطلو بمشهورة أنه ياخد الأسبرين مثل ما قاله رفيقه اللي صاب بجلطة من أطرق قريبة قاله رفيقه مشان ما يصير معك مثلي جلطة أنا برأي تاخد أسبرين انتصار عمرك 60 ولازم تاخد أسبرين طبعا لازم نحل القصة طبعا نقوم بتحليل القصة عبر البيكو مشان نشكل سؤال بحسي ونروح نبحث عليه على الانترنت فالبي هو مريض زكار بالغ عمره 60 سنة ما عنده أمراض فالمشكلة هي المريض اللي عمره 60 سنة الانترفنشن نعطيه أسبرين ما نعطيه أسبرين نعطيه دواء الغفل نقارنه مع يعني دواء الغفل هل فعلا إذا عطينا الأسبرين مريض عمره فيه 60 سنة يوقينا من أمراض قلب الأوعية والوفيات مرتبطة فيه فطبعا البحث عبر جوجل أو عبر مواقع البحث العالمية أو المجلات الطبية بالإنجليش فإحنا مكتب أسبرين in the prevention of cardiovascular event after age 60 يعني الأسبرين استخدام الأسبرين في الوقاية من الحوادث القلبية الوعية بعد عمر 60 هذا سؤالنا البحث إذا كان ما حطينا البي أسبرين in the prevention of cardiovascular event هيك ما حددنا نحن لازم دايما يكون كل العناصر البيكو موجودة يعني ما بسر نبحث بحث بدون ما نحط البيكو رحنا كتبنا هذا بالجوجل أسبرين in the prevention of cardiovascular event after age 60 شوفوش أطلعنا على الجوجل 14 مليون و 400 ألف مقالة 14 مليون شوفوا الرقم 400 ألف مقالة يعني منظل مندور فيهم لا نموت ويمكن ما منلحق ما منخلص خلال 0.4 ثانية عطونا كل هدول في المقالات ودور إذا بدور طيب لاحظوا هنا يعني لما نحط المقالات يعطيك شوي جوجل لأرشاد لبعض الكلمات المفتاحية شوفوا مثلا رول طبعاً ممكن تعرفوا أنه الوقاية هي أولية أو سانوية الوقاية الأولية هو لما يكون واحد عنده مرض والوقاية السنوية هي لما يكون واحد عنده مرض فشان نوقي من التفاق المرض أو الأحداث الأخرى شوف إش كتبنا هون أولدار بيشينت إحنا كتبنا ايج أفتر ايج سبتين فهو استبدل بكلمة أولدار بيشينت أولدار بيشينت يعني المرضى المصنين فعيدة يعني فكرة جيدة كمان من استبدل هاي الكلمة شوف هون إش كتبنا كتبنا لودوز أسفيرين بدل كتبنا أسفيرين أسفيرين فيه جرعة منخفضة فيه جرعة 162 فيه 81 فيه جرعة إيش ممكن تكون فوق 500 شوف اش كتبنا هون نحنا كتبنا كارديو فاسكولر إيفنت هون كتبنا كارديو فاسكولر ديسيز كورنري آر تيسيز يعني يعطينا خيارات أخرى فنحنا ممكن هاي الخيارات تستفيد منا رحنا نحن غيرنا شوي بالكلام اللي كتبنا كتبنا بدل أسفيرين كتبنا لودوز أسفيرين كتبنا بدل كتبنا برايمري برايمري ورحنا رجعنا عدنا البحث كانوا 18 مليون ما هيك صاروا 10 مليون خفضنا يعني صار منلحق نقرأ لدراسات قبل ما نموت بشوي طيب رحزوا وشو عملنا عملية لما نحن 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 نعود كتابة هون بالجوجل كاملة يروح يبحث لك عن كل المقالات اللي فيها كلمة لودوز أسفيرين كل المقالات اللي فيها برايمري بريفنشن كل المقالات اللي فيها بريفنشن كل المقالات فيها كارديو فسكولر إذن إيش يا شباب معنات ما ما ضرور يبحث أننا يلاقينا المقالات اللي فيها كل هدول الكلمات آم هناك في كتير مقالات ممكن يكون عبي يحكونا على الأسبرين في مثلاً علاج الاحتشاء نحن موهد البحثنا فلازم نحدد شوي أم نروح نعمل إيش أقواص بالجوجل إذا عملت أقواص لكل كلمة بكلمتها من الكلمات المهمة اللي أنت عبد تدور عليها فهذا أنت بتاعني أنه أنا بدي يكون في المقالة اللي عبد يبحث عنها فيها هدول الكلمات المفتاحية كل هدول الكلمات مع بعضهم يعني فلاحظوا من هالأقواص نزلت من عشر ملايين ل 128 ألف مقالة إذن صحيح الرقم الساعته كتير لكن ماذا يعني نقص كتير كتير يعني صار يعني رقم مقبول ممكن نلجأ إلى شيء اسمه الباحث العلمي الباحث العلمي بس بيدور على المقالات تمام أو هو نفسه الجوجل بيعطيك بيقول لك بدك أنا بيعطيك السطر الأول مثلنا شايفين هنا بيعطيك الخيار بيقول لك بدك مقالات أكاديمية عن هذا الموضوع مقالات أكاديمية معناتها عبر الجوجل باحث العلمي أو جوجل سكولار فهل ما بتكبس له على المقالات الأكاديمية بيطلع لك شايفين هون هذه اللافتة كانوا 128 ألف نتيجة هون صاروا 15 ألف نتيجة وهنا بقى أنت بصير في عندك خيارات بالباحث العلمي مثلا هون أول دراسة مثل ما يكون شايفين قال لك منشورة بمجلة وفيها بيدي اف وانت ممكن توصل إلى فري مجانا يعني هون كمان في التصنيف مثل نرجع لهذا ممكن يكون في أي وقت بدك يا هبسان بدك من الألفين وعشرين منشورة هيد دراسة خلص لك الدراسات لعدد 247 بدك تصنيف حسب الصلة أنه فعلا له علاقة بهذا الموضوع هون مثلا براءات الاختراع وتضمين المراجع في هون كمان تصنيف أو البحث حسب وجود ملخص أو مقال كامل بدك أنه ملخصات بس صاروا 35 نتيجة بدك كل شيء مثلا الملخص والفري ممكن يصير شيء تاني أو حسب التاريخ ممكن كمان تختار المقالة فكل ما بتضيق الخيارات بيتضيق معك عدد المقالات المنشورة أحياناً بيصير بيطلع عندك المقالة واحدة منشورة على الانترنت منتقل لمحرك البحث البابمت أشياء محرك بحث طبي وأكبر يعني مكتبة طبية عالمية للمقالات أو قاعدة بيانات هي مكتبة أمريكية طبعاً عالمية أساسها هي عبارة عن مجلات طبية في عدد كبير من الأبحاث لكن منلاحظ فيها بعض المقالات يعني ما دائماً منلاقف فيها المقالات يعني ممكن تكون مقالات منشورة في مجلات لكن غير موجودة على البابمت والسبب بيكون أنه هاي المجلة اللي نشروا فيها المقال غير موجودة بيقاعدة بيانات بابمت بابمت ما بتختار غير المجلات القوية لتنشر فيها أحياناً كتير ما منلاقي نتيجة بحث عن سؤالنا المطروح بالبابمت أحياناً بيكون السبب ما في مقالة توافق سؤالنا المطروح يعني ما نجل ولا دراسة عن هذا الموضوع طبعاً بكل بحث فيه كلمات مفتاحية عادة فإذا ما حطينا هاي الكلمات المفتاحية أحياناً ما بيطلعنا نتيجة بحث في البابمت فأنا ننتبه إنه يعني لازم نقوي حالنا في عملية البحث مثل ما شفتوا أنا أمتوني كتبنا أسبرين ممكن يكون أستيل سالسليك أسيد يعني لازم نعرف مثلاً إذا ما لقينا مثلاً من المقالة عن الأسبرين نكتب أستيل سالسليك أسيد وهكذا ما بصير نستخدم بالبحث بالبابمت اختصارات والله أنا بدي أكتب الصم الرئوية بكتب بي إي أو بدي أكتب خسار وليدي عميق بكتب دي في تي لا بكتب دي فينوس رومبوزز إذا استخدمت اختصارات ممكن ما يطلع لك بحث هاي يعني أحد أسباب إنه ما بيطلع لنا جواب أحياناً في البابمت راح نحكي الآن عن خطوات البحث بالبابمت أول شيء في عنا ميزات محرك البحث بوبمت ممكن نبحث بالبابمت عن العنوان ممكن نبحث عن الملخص عن النص الكامل إذا كان متوفر بخانة في حق البحث فيه له عدة خيارات للبحث الفلاتر موجودة ممكن نفلتر نحدد نتائج البحث اللي طلعت عنا حسب سنة التاريخ النشور مثلاً بدك من خمس سنوات بدك من عشر سنوات كتير أحياناً واحد بيريد أنه يقرأ المقالات القديمة أو يريد مثلاً يقرأ المقالات الحديثة عن هذا الموضوع حسب نوع الدراسة أنت مثلاً بدك الدراسات الأقوى العشوائية المراجعات المنهجية أو إذا ما لقيت ممكن تشوف كيس ريبورد أو إلى آخر ممكن الفلتر بدك مقالات بس فيها ملخص أنه يكون مقالات معجورة طيب يلا أعطيني الملخصات بس أو بدك المقالات اللي منشورة بشكل مجاني أيضاً من الخصائص وخيارات البحث في البوبميد هي الكلمات المفتاحية طبعاً فيه كتير كلمات مفتاحية بتنضاف في البوبميد وفيه معجم للكلمات المفتاحية اللي هي بيكون فيها تعريفات واضحة ممكن نعتمد عليها مشان نقوي نتيجة بحثنا ممكن أحياناً الكلمات مثلاً يكون مكتوبة بطريقة معينة مختلفة فلازم نعرف هاي الكلمات المفتاحية من خيارات البحث أيضاً فيه شي اسم المقالات الشبيهة ممكن نحن عم نبحث عن الأسبرين البقاءة الأولية في مقالة شبيهة ترى بتقول الأسبرين في البقاءة السنوية فبيعطيك هذا الخيار أحياناً جوز أنت يكون هذا النتيجة يعني هذا اللي أنت بتبحث عنه فعلاً مثلاً مثلاً على سبيل المثال أيضاً تعطيك المقالات اللي اقتبس منها هاي المقالة يعني المقالات دايماً المقالة بتختبس من مقالات أخرى إذا كانت مراجعة منهجية أو إذا كانت مثلاً أون صلى الله سيدنا محمد ممكن تكون مثلاً مقالات مشابهة بجزلك هذا كمان بفيدك أنه تريد تقرارها هاي المقالات اللي اقتبس منها هاي المقالة وأيضاً روابط النص الكامل أو النص المجاني إذا كان طبعاً أجري التحديثات شوي على بوبميد هلا ممكن نفتح البوبميد ونحكي شوي في الموضوع فهون يعني حطيت بالبوبميد الكلمة أو الجملة اللي بحثت عنها في الجوجل أسبرين المفرينشن أو كارديوبسكولار إيفن أفتر إيج ستين فطلع عندي أربعة وثلاثين دراسة منشورة على البوبميد يعني عدة خيارات مثلاً بدك المقالة حسب نوع المقالة بدك حسب مثلاً بدك إيها دراسة سرية بدك إيرفيو مراجعة طبعاً بدك إيها متوفر النص الكامل منها المجاني النص الكامل بس أنت تدفع مصاري أو بدك بس الملخصات سنة النشر بدك إيها من خمس سنوات من عشر سنوات أو بتحدد مثلاً هون حسب النوع مثلاً الهيومن بدك تجارب على الإنسان أو حتى على الحيوانات هون شايفين في عنا سيميلار أرتيكل يعني مقالات مشابهة هون مسلاً سيميلار أرتيكل بنقرأ مثلاً هون أسبرين in primary prevention yes or no مقالة حلوة والله بدخل عليها أنا وأستفيد منها مثلاً أسبرين for prophetic use in the primary prevention والله مقالة حلوة يعني أنا بعدما قرأت المقالة هاي اللي طلعت لي هوني لقيت فيه مقالات مشابهة إلا فبدخل عليهم كمان بقرأهم بدك هون full text مثلاً يعطيك full text تبع المقالة طبعاً المقالة اللي ما تطلع عنهم كما أنا شايفين هاي المقالة مثلاً الأبستركت تبعها مثلاً هون طلع عنا رح نفصل فيها شو ما تطلع فهي عنوان المقالة من فوق كما أنا شايفينها هون بهاي المنطقة هاي بيجيبها كتير بالامتحانات أول شغلي هون من فوق نيوزيلندا ميديكال جورنال هذا أسم المجلة الناشرة بيفيدنا أسم المجلات إذا إحنا بنعرف المجلات اللي بتنشر فنعرف قوتها أو موصوقيتها أيضاً تاريخ النشر انتشرت في 26 أكتوبر 2018 بعدها بيجينا رقمين 131.480 هذا رقم العدد في المجلة الناشرة يعني يشد رقمهم مثلاً هالسنة مثلاً عاملين هنا 131 مقالة من أصل 1484 يعني وصلوا الرقم 1484 منذ تأسيس المجلة هذا العنوان هيكي بالفونط العريض هو عنوان المقالة Are the benefit of aspirin likely to exceed the risk of major bleed among people in whom aspirin is recommended for primary prevention إذا قرأنا العنوان بس أمحيلي هذا الخط اللي أريد هنا شباب لا تكتبوا على سطح المكتب إذا هذا العنوان شبيه كثير بالشي اللي عم نبحث عنه إذا لاحظتم الأسفرين موجود primary prevention of cardiovascular disease لكن ما ذكروا الكبار في السن هو قريب من مقالتنا لكن هي جزء كبير من الشي اللي عم نبحث عنه هذول آخر شي للمكتوب أسماءهم هيكه وجنبهم أرقام هذول الناشرين الناشرين أماكن عملهم وسائل التواصل معهم ممكن هذول الناشرين تستفيد من أن ترسلهم الرسالة سنتناقشهم في المقالة أو يبعثوا لك النص الكامل أو أحياناً تعرض عليهم دراساتك طبعاً هاي أجزاء مكونات الدراسة البحسية بشكل عام فيها عنوان وملخص الأبستركت اللي عم نشوفه اللي بيعطينا فكرة عامة على الشي اللي بدور عنه البحث هذا بيكون فيه مقدمة بالدراسة البحسية introduction بيعرفوا فيها عن خلفية البحث إيش معروف سابقاً على هذا البحث وإيش ما كان غير معروف وإيش هو السؤال اللي عم بيحاولوا الإيجابة عنه بهاي الدراسة بعدين منتقلوا لها يعرضوا لك الترائق الميسوتس شون تم إعداد هذا البحث هو أهم جزء في صراحة لما أحياناً من نقود الدراسات منطلع على شون أجري هذا البحث اللي بتم معرفة فيه مثلاً معايير مستخدمة إدخال المرضى شون توزع المرضى شون تم إجراء التعمية التعشية المجموعات البحث المراجعات المنهجية شون مثلاً استبعدوا الدراسات اللي ما دخلوها في المراجعة المنهجية شون تم البحث في الأدب الطبي شون أنواع الدراسات تدخلوها شون حللوا النتائج بعدها النتائج بيتم فيها ذكر نتيجة البحث نتيجة تقييم النقدي لدراسات والنتائج الحصائية النهائية آخر شيء فيه عندنا شيء اسمه discussion and conclusion استنتاج والمناقشة بيتم فيها ذكر أثار الدراسة أو المراجعة المنهجية على المراجعة الطبية بيتم فيها ذكر نقاط الضعف للأدب الطبي بهذا الموضوع يتكلمنا عنه وبالاستنتاج بيعطينا تلخيص لنتائج هذه المراجعة المنهجية مثل ما أنا شايفين هذا الابستركت مثلاً لدراسة معينة عن بازلتان المقارنة مع البنزو بريل أو مشاركتهم في الكلية السكري هذا الابستركت فيه الأهداف الدقائق المنصص والريزولت والكونكلوجين وشوفوا بنهاية المقالة في الكيووردس الكيووردس هي الكلمات المفتاحية اللي ممكن نحن نبحث عنها المقالات أخرى لنحسن نتائج أثناء البحث بالباب ميت ممكن نحط معاملات منطقية في اسمه أو و أو ليس and or not يعني هذو بالإنجليزي طبعاً لازم نخطوه كلمة and or not أو not يعني هي معاملات مشان تحسن نتيجة البحث ممكن إشارات الاقتباس هيدا بين قوسين هي كلمة علويات يحددوا العبارة اللي أنا بدي أبحث عنها إشارة النجمة أحياناً تعبر عن بقية الكلمة مثلاً كثير من الأحيان بالإنجليزي ممكننا بتعرفوا مثلاً إذا كتبنا كاردية أو كاردياك أو كارديو أو كارديوفاسكولار كلهم يعني يعني هناك كلمات مفتاحية فأنا أحياناً بكتب إيش مشان ما أكتب كارديوفاسكولار وكاردياك وإلى آخر بكتب كارد نجمة ما أعطى كل شي بيبدأ بالكارد وما بعده بحسلي عنه بحسلي عن جميع الكلمات تبدأ بالأحروف الأربعة الأولى هذا مشان نزيد من نحسن النتائج يعني الأقواص اللي بتساعد بترتيب البحث اللي عم نفهم فيه هذا نحن نشوف شوه زي أول شي الاند والأور والناقص لنفهم مرفوماً مثلاً نحن نبحث عن الأسبرين والوقاية فإذا بحثنا عن الأسبرين أند الوقاية نبحث عن نتائج بتتضمن كلا الكلمتين يعني بدنا الأسبرين وبدنا الوقاية فالأند يعني معناته إيش معناته بدي أنا الكلمتين يكونوا موجودات المقالة هلا إذا حطينا أور معناته ممكن يدورنا على الأسبرين أو الوقاية أو الأسبرين والبقاية يعني هاي بصراحة الاقوى لكن يعطينا نتائج اكتر ممكن نحط نط مثلا اسبرين لا تبدي المقالات اللي فيها الاسبرين بس بدون ما يحكوا عن البقاية تمام؟ ايدي طرق لتحسين النتائج علامات الاقتباس مثل ما انا شايفين هون مثلا اسبرين حطيناها بين قوسين فلازم يدور هون مثل ما انا شايفين هذا يعني بدورنا عن الاسبرين بالذات عن كلمة and ما انا تبديه البريفنشن كلمة البريفنشن and كارديو باسكورو ايفينت هدول مدياهم بالمقالة موجودين ثلاثة تون فهون منضيق كتير النتائج ومنزيد الابحاث المتعلقة وذات الصلة كلمات المفتاحية ممكن نستخدم شي اسمه المش المش ندخل عليه من كيف هون المش احيانا مثلا بدي انا ما عارب اطلاع معي نتائج مثل عادة واروح بدخل على المش عن هذا الموضوع اللي انا بحث عنه هذا اللي لاقينا من شوي هذا الاول مقال اللي لاقيناها فبلاقي هون المش كتير في كلمات مفتاحية مثلا من الكلمات المفتاحية مثلا هون الادولتس والله كلمة كويسة ممكن نضيف هذا هون مثلا كارديو باسكورو ديسيز هون مكتوب فيميل مثلا ما لا معنى ما لا دخل ما لا صلة بدراستنا هون مكتوب برايماري بيفينشن والله كلمة مناسبة واحد بيمكن يبحث عنه يعني اداة اسمه ادفانست ما نجفين كمان لتحسين نتائج البحث هاي الادفانست بتساعدنا على اختيار مثلا النتائج بشكل افضل بيحسننا النتائج مثلا هون بدك تبحث مثلا وين عن يعني البحث ديكون مثلا بدك باسماء الباحسين بدك بالتاريخ بدك بالمقالة الكاملة بدك بشي محدد مثلا هون نوع المكان بالمقالة اللي بدك تبحث عنه هون تكتب الكلمة المفتاحية اللي بدك تبحث عنه مثلا هون حطينا اسبرين طيب اسبرين او مثلا او شغلة تانى مثلا او استير ساليستيك أسيد مثل ما انه هو اسم تانى للمقالة طبعاً لازم نكتب or بنكتب بعدها add to history يعني بنحفظها بالhistory هاي أول كلمة مفتاحية بنرجع بعدين هلا بنكتب الكلمة الثانية بنكتب primary prevention طيب فينا نكتب مسلاً كلمة بديلة ممكن نكتبها هون ما في كلمة بديلة نضيفها لها الhistory طبعاً بدنا بقى هلاً ندمجوا مع بعضهم primary prevention والaspirin نكتب add فتطلع لحالة محطوط لأقواس محطوط لأقواس ومحطوط لأنت وهون محطوط الأسبرين أو الأستير سليك أسيد يعني هدول الأقواس والأنت والأور يعني لا تخافوا منه أنتوا تكتبوهم بإليكن هو هاي مهمة أداة الأدفانس شوفوا هون بعد ما حطينا الأقواس البرنامج حطينا الأقواس والأنت والأور كتابنا search فها طلعت لنا النتائج المرتبة المش هي اللي فيها ميزة قوية للبحث عن الكلمات المفتاحية ممكن هون نحط المش والأسبرين فبيعطيك كل نتائج الكلمات المفتاحية مثلاً لأسبرين مثلاً هون أعطاك الأسبرين أسي تأمينه فين أسبرين كافئين مثلاً هذا الدواء معين أسبرين كوداين أعطاك كل شي ممكن أسبرين 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 اللي بيحرض الربو إلى آخرين هون مثلاً إذا لقين ضغطنا على المش تبع الأسبرين بأعطاك أسبرين أعطاك أسبرين أعطاك أساسي سالسيك أسيد أسبرين أصار يعطيك خيارات كثيرة لكلمات المفتاحية ممكن تساعدك وهي كيف يكون يعني هنا محضرة البحث الطبي أعطاك أسبرين